بكرة الزمالك في مواجهة كبيرة مع الإسماعيل مواجهة كلاسيكية في الدوري الممتاز قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة كالتالي محمد عواد محمد صبحين معايز علاء الدين في حراسة المرمى في الدفاع عمر جابر حمزة المسلوسي محمود علاء حسام عبد المييد مصطفى الزنالي وتعالى بقى نخش على الصفقات الجديدة في خط الوسط هيبقى في نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقة وفي محمد شحاتة في ترافس متيابة اللعب الأغندي في سيف جعفر ناصر ماهر كل دول صفقات جديدة مع سيد عبدالله نمار وابريمان اضاي وطبعا عبدالله السعيد الصفقة الأبرز أحمد مصطفى زيزو ومحمود عبدالرازق شكبالة وفي الهجوم السنائي سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم أوبانا دي قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة دي الغيابات بقى حمد الوينش ومحمود حمد الوينش طبعا قطع في الرباط الصديبي أحمد فتوح إصابة في العضلة الضمة زياد كمال إصابة في العضلة الخلفية أحمد حمد وياسر حمد وناصر منسي ومصطفى الشربي عدم جاهزية ومهابي ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكنيولا أسباب فنية وطبعا الخبه الأسوأ النهاردة هو إصابة محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصديبي وهنا هقف بقى محمد عبدالشافي واحد من أحسن وأفضل مش عادي كنت أقول كلام كبير قوي بس حسيته أن قلت أخففه شوية بس هو قيمة كبيرة وقيمة تستحق دائما لاحترام والتقدير للأسف الإصابة دي ربما ربما تكون ناهت مشوار محمد عبدالشافي خلاص مع كرة لو تفتكروا محمد عبدالشافي كان واخد قرار بالاعتزال الموسم اللي فات بس بسبب يقاف القيد في نادي الزمالك وافق أنه هو يكمل مع نادي الزمالك عشان تبقى الأمور أحسن فبالتالي مع الإصابة دي ربما يكون فيه خبر لاعتزال الرسمي لكابتن محمد عبدالشافي بس الراجل ده لابد دائما وأبدا أنه يكرم من كل جماهير الكرة في مصر مش بس جماهير نادي الزمالك لو عمره دخل في حكايات تعصب ولا عمره كتب بسط ولا حاجة فيها تعصب ولا عمره تلع في عمل تعصب ولا عمره أساءل النادي الآخر ولا عمره عمل أزمة في ناديه ولا عمره عمل أزمة بين زملائه ولا عمره قال فين الشارع ولا عمره قال فين الفلوس ولا عمره قال أي حاجة فيها أي نوع من أنواع المشاكل فهو مثال يحتزى بيه دائما ما بين كل لعيبي كرة القدم المصرية نموذج بصراحة الواحد النهاردة الخبر يوجعه عشان قيمة واحترام وأخلاق محمد عبدالشافي ربنا يا رب يشفيه يعافيه ومؤكد محمد عبدالشافي تفضل دائما وأبدا صرته الطيبة ما بين كل من يحب كرة القدم في مصر ربنا يشفيه